احنا نعرف انه تقريبا حسب البيانات 92 الف اسرة اليوم لا تملك منزلا وهو هذا الرقم يمثل ثلث الاسر الكويتية اليوم لا يستطيع المواطن العادي مو بس محدود الدخل حتى متوسط الدخل اكثر ان يمتلك منزلا من خلال راتبه السنوي ولا ابالغ انه حتى وصوله الى سن التقاعد بسبب الارتفاع الفاحش في العقارات مقترح قانوننا احنا اساسا خطوة في الطريق لحل هذه المشكلة مشكلة المناطق السكنية تنظيم المناطق السكنية يهدف هذا الاقتراح بقانون لمحاربة المضاربة والمتاجرة والاحتكار بالعقار السكني في المناطق السكنية اللي هو كما ذكرنا هو سبب رئيسي في تضخم اسعار العقار في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر